عندما يتراء من البعيد لا يملك المرء إلا الغوصة في غياه بما تبقى من عبق ما زال شذاه يفوح فيشتغل ذينك مكان أنفك ليشتم رائحة التأريخ العبق وتلكم الأساطير والقصص التي لم يبقى منها سوى هذه الأطلال فوقفنا عليها علها تطلعنا عما نجهله من مواقف بطولية عاشتها جنبات قصر السلطان تيراب الذي شيده بالطوب الأحمر في منطقة شوبا وكانت في زمانها مدينة ملكية يسكنها الملوك والأمراء والفرسان إلا أنها أضحت رمادا وديارا خربة بسبب الحرب وكأنها لم تكن يوما تعج بالحياة هذا القصر هو محمد ابن أحمد بكر ابن موسى ابن سليمان الملقب بتيراب ولقبوه أهل دارفور بتيراب وإن التيراب ماناته تيراب لبن ماناته لطيبة قلبه وصف بتيراب لبن مسك الحكم من أخوه أبو القاسم سنة 1752 بنى قصور كثيرة في مناطق مختلفة وهذه القصور مبنية بالطوب الأحمر وحجم الطوبة كبيرة في حدود أربعين سنتيمتر لثلاثين سنتيمتر وهذا القصر من 13 غرفة والغرف دية مختلفة في الأحجام في غرفة في النص الغرفة في النص هي غرفة للاتماعات الأستاذ الباحث أب بكر محمد الحسن كان دليلنا في رحلة البحث عما خفية من إرث لسلاطين مملكة الفور التي استضل بعرشها أكثر من خمس قرون وامتد ظلها حتى غطى دول الجوار المملكة هي ممتدة من أحد سليمان الأول وهذه قبل الإسلام ممتدة إلى كانم وهذه منطقة نيجر وشمالا إلى منطقة فزان وجنوبا إلى إفريقيا الوسطى وجنوب السودان إلى منطقة راجا وشرقا إلى منطقة القبارف لم تقتصر علاقات القصر بالدول والممالك المجاورة فقد لعبة الدبلوماسية دورا بارزا في تاريخ السلطنة فتعدتها من مرحلة بناء العلاقات إلى المساهمة في تقديم المساعدة لمن حولها كحال كل الممالك العظيمة كان السلطنة عندها ارتباطات مع دول مختلفة ومع العالم الخارجي فإندها أوقاف في الأزهر إندها أوقاف في مكة وفي المدينة وفي جدة وفي طائف وفي الأمبار وفي بغداد وفي قدس وفي فاس وفي قرطبة وكان في كل البلاد الإسلامية كان المملكة تحاول تساعد المسلمين وكان بحجج كل حجج غرب إفريقيا كان بحججهم السلطنة وأيضا كسوة الحرمين وبمد أهل الهجاز بكل المناطق اللي قلناها السلطنة كان يحاول يمدهم ويساعد كل الإنسانية كان الموجودين سواء كان في إفريقيا سواء كان في آسيا وأيضا في أوروبا واستطاع توقف الحروب بين بريطانيا وفرنسا في أهد السلطان أبو الرحمن الرشيد ديمقراطية وشورة نادرتين فتنصيب الملك لم يكن حكرا على حاشيته أو مريديه أو أهل بيته ولكنه كان يخضع إلى اختيار كل من ينتمي لتراب المملكة فهو حق أصيل للشعب في تنصيب الحكم العدل للجلوس على كرس العرش وقيادة دفة الحكم السلطان بالنسبة لدارفور كان ما بتعين قبيلة بتعين كل أهل دارفور يتموا ويطلوا مناديبهم ويختاروا السلطان فشرط هذا السلطان يكون من الكيرة متفقين عليه كل أهل دارفور أو كل السلطنة متفقين عليه لازم يجب من الكيرة وشرط الثاني لازم يكون حافظ القرآن ويكون مفسر فمفسرا أيضا للقرآن كانت إدارة الجيوش تخضع كذلك إلى معايير بعينها تلعب فيها القدرات والإمكانات دورا في تقلد المناصب والرتب الجيوش كانت في دارفور يعني ما مسيسة يعني مفتوحة لكل القبائل والمناصب برضو حسب القدرات فكانت الجيوش كان بكميات كبيرة وبيكون الوزراء والأمراء وخلافه ويرو بيكون حول السلطان فالجيوش بيكون في حراس والحراس ذلك بيكون في مقاطع المقاطع دي على أساس تبعا كل ناس بيكون لديهم جهة معينة ولما كانت ممارسة الشعير الدينية لا بد أن يتبعها فعل واضح لم يكتفي السلطان تيراب بالاهتمام بتحفيظ القرآن فقط بل تعداه إلى بناء المساجد واليوامع فبنى تزع وتزعين مسجدا ما زالت آثارها على طول القرى التي بنيت فيها تلك المساجد وحتى يومنا هذا لم يبني أحد من الحكام ما يفوق ما شيده السلطان تيراب بنى سلطان تيراب تسعة تسعين جامع وقد احتمى صلاتين دارفور بالجوامع وقد بنى سليمان الثاني أول جامع في غرب إفريقيا وأيضا في دارفور في منطقة طرة وهي مبنية من الحجارة المنسى بلا مونة ووجودة إلى يومنا هذا لم يطلق عليها أرض المحمل والقرآن والتقاب والدوايا عن فرغ فمسابقات حفظ القرآن الكريم التي تجرى حاليا كل عام عرفها الدارفوريون منذ عهد ليس بالقريب فكانوا يتبارون كقرى وفرقان في حفظ وتلاوة القرآن السلطان تيراب يعني كان يحفظ كل إنسان متميز أو متبرز من ناحية الدينية سواء كان في حفظ القرآن الكريم وكان في أهده وفي أهد السلاطين السابقين كان أحلي دارفور يتبارون بالقرآن الكريم بما يعرف بالحزب فالقرية القرى تتبارى فيما بينها فكل متبار يذكر آية والآخر يذكر الآية التي تليه يذهب بالقرآن يقول لك سعودا وانخفاضا ويعطون الجوائز للفائزين فكانت هذه هي طبيعة أهل دارفور وقد ذكر السلطان محمد فضل بعبادة أهل دارفور فقال للخدوي محمد علي دارفور محمية بجياد جرد أدهمية بعباد ركع سجد محجرين من أثر الوضوء وقبيل رحيلنا عن المدينة الملكية شوبا لفت انتباهنا بقايا لأسوار عديدة وعند سؤالنا عنها قيل إنها أربع أسوار كانت منيعة ولكن ليس بسبب الخوف من الأعداء بل دليل للقوة وكثرة الجيوش وهي والقصر بنيتاء من الطوب الأحمر الذي عدنا بحساء الماشية بدلا من الماء وهو دليل رخا جور الزمان وهدم الطبيعة لما يشيده عظماء الرجال لم يقويا على محو ما تبقى من آثار المدينة الملكية بشوبة لتظل شاهدة على وجود أناس لن يجود الدهر بمثلهم قد حكموا هذه الأرض شرقا وغربا لأكثر من خمسمائة عام سيدة عقوب لكامير الشرق شمال دارفور محلية كبكابية المدينة الملكية شوبة اشتركوا في القناة شكرا